رابعاً القمي الصدوق يؤكد لا يوجد في الأخبار زيارة لفاطمة عليها السلام أليف في كتاب من لا يحضره الفقيه أكد الشيخ الصدوق ابن بابوي القمي بكل وضوح على أنه لم يجد في الأخبار زيارة لمولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام باء هذه هي سيرة ومنهج الأئمة عليهم السلام لمئات السنين منعقدة على عدم الزيارة فضلاً عن مراسيمها وطقوسها جيم لكن لماذا خالف الشيخ الصدوق سيرة الأئمة عليهم السلام فألف زيارة للزهراء عليها السلام وجعل لها مراسيم معينة عند بيت فاطمة عليها السلام في المسجد النبوي الشريف وثبتها في كتابه وجعلها ديناً وتشريعاً وحث عليها قال الصدوق القمي قصدت إلى بيت فاطمة عليها السلام فقمت عند الحضيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل وقلت السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي قال مصنف هذا الكتاب لم أجد في الأخبار شيئاً موظفاً محدوداً لزيارة الصديقة عليها السلام فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي ها قال الصدوق القمي لم أجد في الأخبار شيئاً موظفاً محدوداً لزيارة الصديقة عليها السلام لكنه ابتدع زيارة وطقوسة واو هذا هو واقع الحال والحقيقة المرة في القبور واختراعها والبناء عليها وابتدع زيارات وطقوس عندها زاي قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور حاء قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله لا يهدي منه وكاذب كفار